السلام عليكم انا جعفر و ايه شفت الابتسامة شفتوا هذه الابتسامة هذا الديل على ان رسميا الانبي اي راح يرجع تمت الموافقة على التصويت قبل شوي انه صوته ورؤساء الانديا منفوض الدوري على الخطة الجديدة لعودة دوري الانبي اي الخطة 22 فريق بس يرجعوا مش كل الفرق 22 فريق يرجعوا ويتجمعوا في مكان واحد وبيلعبوا في مدينة اورلاندو في مدينة ديزني في كده بعض المعلومات خلينا ندخل فيها سريع قبل كم ساعة بس تم التصويت من رؤساء الانديا في اجتماع على عودة الدوري عودة الدوري بطريقة جديدة بعد التوقف احنا نعرف انها توقف الدوري بسبب فيروس كورونا وبسبب هذه الامور كلها الان عودة الدوري انه مش كل الفرق راح ترجع في 22 فريق بس راح يرجعوا من 30 فريق وهذا الشيء اللي تم التصويت عليه 22 فريق راح يكون منهم 13 فريق من القسم الغربي وبس 9 افريقا من القسم الشرقي طبعا ما في عدل ما في مساوى ليش ما العدد بالتساوي بهذه القسمين في لها حسبة اختيار الانديا اختيارة 8 انديا players في كل قسم وبعد شافوا الانديا اللي قريبة من البلي اشي في حديال الانديا القريبة شافوا الانديا اللي متأخرة بس ب6 مباريات او اقل من المركز الثامن وحطوها في القائمة يعني الفارق في عدد المباريات في الانتصارات والهزايم بينه وبين المركز الثامن 6 مباريات او اقل حطوها في الحسبة فوصلنا 22 فريق وهذا اللي خلى عندنا 13 فريق من القسم الغربي لأن فيها خمسة أنديا قريبة من المركز الثامن في هذا العلد الذي ضعوه وبس نادي واحد في القسم الشرقي قريب من هذه الحسبة الأندية من القسم الغربي والكينجز والسبيرز والسانز في القسم الشرقي ملواكي والرابترز والسلтиكز والنس والماجك هم هذه الكز الثمنية الأولى الوحيد اللي دخل هو واشنطن ويزارد مدخلين تكميلات عدد يعني في ثمانية فرق من بين المجموعتين ومن بين القسمين انتهى موسمها تقريبا هي الهورنس، البولز، النيكس، البيسونس، الهوكس، الكافس، الولفت وأخيراً جولدين ستيت واريارز اللي وصل الخمسة نهايات متتالية ما راح يدخل حتى بلاي افس هذا الموسم لكن هذا معلومة قديمة نعرفها من زمان نتائج التصويت تقول لنا 29 نادي من أصل 30 نادي ووافقوا بسيطنا نادي واحد اللي هو نادي بورتلاند تريل بلايزارز المهم ما فقط تعتبر بالاجماع ورح يرجع نظام طريقة العودة الـ 22 فريق اللي رجعوا كل فريق منهم راح يلعب ثمان مباريات لان ما ندري ثمان مباريات راح تكون ضد مين وكيف ترتيب هذو المباريات يعني ما ندري مثلا الليكرز راح يلعب ضد ثمان مباريات ضد مين أو ما ندري الكليبرز يلعب هذو ثمان مباريات ضد مين البليكنز، البورتلان، ما ندري هذا شيء لكن نعرف أن كل فريق راح يلعب ثمان مباريات وهم مسمينها بالـ Seeding Games يعني المباريات الترتيبية لكن ترتيبك النهائي، ترتيب كل فريق النهائي راح يشمل الترتيب السابق اللي قبل توقف الدوري يعني النتائج كاكيد ما راحت زائد النتائج الحالية يعني راح كأنه هذي كانها مباريات استكمالية ما ندري المباريات تكون ضد مين ضد الفرق اللي بقد ما لعب ضدها مثلا الموسم الماضي كانت مجدولة بس ما خلصت مبارياتك معاها بس ممكن بعض هذه الفرق بتكون من الفرق الثمانية اللي ما بتكون موجودة في استكمال الدوري فما نعرف تفاصيل حتى الآن وفي بعد إمكانية أن يصير في مباراة إقصائية لتحديد المركز الثامن من كل قسم المركز الثامن في الترتيب اللي هو المركز المؤهل الأخير للـ Play-Offs أو الإقصائيات هذه المباراة الإقصائية راح تتم بين المركز الثامن والتاسع إذا كان الترتيب بين الثامن والتاسع في عدد الهزائم أقل من أربع هزائم بيصير أن المركز الثامن يحتاج يفوز واحدة من هذه الإقصائيات يفوز أول مباراة في هذه الإقصائيات خلو ما يلعبوا المباراة الثانية لكن إذا فاز المركز التاسع في أول مباراة من هذه الإقصائيات بين الطرفين يلعب مباراة ثانية إضافية يعني يبغوا يعطوا فرصة أكبر للمركز الثامن أنه بس يحتاج فوز واحد يعني مباراة إقصائية واحدة بس يفوز يتأهل لكن المركز التاسع يحتاج يفوز ثتين على الدوالي الأولو الثانية عشان يتقاهل الإقصائيات بدن المركز الثامن وبعد ما يتحدد الـ 16 فريق المتأهل للـ Play-offs الثمانية من القسم الشرقي والثمانية من القسم الغربي راح يلعبوا في Play-offs والإقصائيات بالنظام العادي ما في أي تغيير المواضيع اللي تكلمنا عنها متغيير ممكن يدمجوا ومكسر لا لا ولا شيء راح يتغير في Play-offs ثمانية من الشرق يلعبوا لحالهم والثمانية من الغرب راح يلعبوا لحالهم ونفس الشيء سلسلة ستكون من 7 مباريات في كل السلسلات ستكون 7 مباريات اللي ينتصر من 4 ونفس الشيء يطلع لنا بطل من القسم الشرقي وبطل من القسم الغربي ورح يلعبوا على النهاية واخر موعدة واخر تاريخ حاطينا للنباراة السابعة الفاصلة في النهاية يعني لو وصل نهاية للنباراة السابعة رح يكون في تاريخ 12 أكتوبر من الأخبار الرسمية بعد اللي طلعت بعض المواعيد وبعض الأوقات الرسمية التواريخ الرسمية لبعض الأحداث اللي بتصير يعني العودة للتمارير رح تكون في 30 جون 30 نهاية هذا الشهر 30 ستة فرقة سافر لأورلاندو قبل 3 أسابيع من بداية الدور رح يسافروا لمدينة أورلاندو لأنه رح يلعبوا في مدينة ديزني الرياضية في مدينة أورلاندو كل الفرق أتوقع ما نقلت هذه المعلومة كل الفرق رح تلعب في مكان واحد وبدون جمهور أتوقع هذه المعلومة اللي كان لازم أبدي فيها كل الفرق رح تلعب في مكان واحد وبدون جمهور في مدينة أورلاندو في مدينة ديزني الرياضية السفر لأورلاندو مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا رح يكون في يوم 7 جولاي 7-7 الدوري زي ما قلنا رح يبدأ تاريخ 31-7 31 جولاي بعد من التواريخ بعدنا تاريخ 15 جون 15 هذا الشهر يبقوا عودة اللاعبين الانترناشنال اللاعبين الدوليين لما في أمريكا حاليا ويوم 21 جون يبقوا كل اللاعبين مسوين روبورت يعني أنه مقدمين نفسهم إلى الاندية حقتهم في تاريخ 22 جون يبقوا يبدأوا فحوصات الكورونا عشان يعرفوا اللي فيه إصابات لما فيه إصابات عدد إصابات ذا فيه في الاندية وهذا الأمور يبقوا يعمل الفحوصات في تاريخ 22 جون وبعد حددوا يوم 25 أغسطس ليوم طرعة الإدرافت الإدرافت هو دخول اللاعبين الجدد يعملوا في إدرافت على ترتيب الفرق اللي تختار أول وثاني وثالث وكذا في يوم 25 أغسطس راح يكون موعد هذا الشيء بعد موعد الإدرافت نفسه وموعد دخول اللاعبين راح يكون فيه 15 أكتوبر أما الخطة المقترحة لتواريخ الموسم القادم فإن عودة تمارين للموسم القادم موسم 2020 2021 إن العودة تمارين تكون فيه 10 نوفمبر 2020 وبداية الدوري الموسم الجاي إنه يبدأ في تاريخ 1 ديسمبر 2020 الآن حسب الأخبار زي ما كنت لك منه تم التصويت من اتحاد الدوري نفسه ومن لاك الأندية على هذه الخطة وعلى مواعيد العودة وكذا لكن باقي تصويت راح يتم بكرة من الـ NBA اللي هي الاتحاد اللاعبين البلاير أسوسيييشن اللي يمثلوا اللاعبين نفسه راح يكون فيه اجتماع وفيه تصويت على هذه الخطة وعلى هذه العودة متوقع جدا جدا إن الخطة تمشي وإنه يتم التصويت بالموافقة بعد على هذا الشيء وبس هذه حاليا التفاصيل المتاحة هذه التفاصيل اللي أعلنوا عنها ما ندري زي ما قلت مين بيلعب ضد مين وهذا البلد وهذا الأمور كلها أول ما يصير في تحديث يصير في أخبار جديدة يصير في معلومات أكثر إن شاء الله نفعل فيديوهات ثانية فيديو بكرة أو بعدها نحدث هذا الأمور والتفاصيل هو الموسم المهم الآن عودة الدوري أبروك لكم ولأنا عودة الدوري إن شاء الله سعيمت أخرا شوي يعني باقي وقت على ما يرجع دوري لكن بداية بداية حلوة نعرف أن الدوري بيرجع هارد لك لكل مشجعي الثمانية أنديا اللي ما رجعت وغود لك لمشجعي لأنديا البقات عوما يعطيكم العافية يعطونا رايكم بتحت بالطريقة الجديدة ووقت العودة وهذه الأمور بس لايك ديس لايك ما كنت مشترك اشتركوا في القناة وعشتركوا في الجديد أول بأول سر التنبيهات بس يبتقي بالعافية وشاهدك كنت معكم أنا جعفر يلا السلام